اشتركوا في القناة 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 نضبط بهم. هاشنو خصك تدير وهاشنو مخصكش تدير. هنا يا ولا غلط كي التعاقد. هذه هي مرحلة التعاقد. وهنا اوقينا مرحلة تالتة اللي هي مرحلة التتبع. يعني مرحلة التتبع اللي هي معينة الجهود المبدولة من طرف متعلم. الوقوف على التطور الحاصل والتدخل للتوجيه والمساعدة. هنا يبقى يعني واحد معينة دي المتعلمين. يعني كن شوفوا المجهودات دي دي المبدولة. يعني والوقوف على التطور الحاصل دي الهون. ونكون ساعدون من طبيعة الحالة. اما بالنسبة لما حال التقويم يعني هنا كنديرو تقييم انجازات متعلم. وماذا انا جاعد لاستراتيجية متبعة من طرف المدرس. يعني هنا التقييم. هنشوفو واش تبهد شي كامله. واش فهام يعني التقييم كيعطينا خلاصة القوم. يعني دي ذاك دي ذاك المتعلم. طريب يعني هنا غنشوفو رابي حاجة اللي هي طرق التفريق البداغوجي. يعني الطرق تفريق. يعني اجنى ما الطرق تفريق. كين التفريق عن طريق المحتويات المعرفية. وكين التفريق عن طريق العدوات والوسائل. وكين التفريق عن طريق الوضعيات التعليمية. اذا اهدو اهم طرق التفريق التلاتة. يعني انتمنى تكونوا ان شاء الله فهمتوا الفيديو. واذا استنوني في فيديوهات ماجهة ان شاء الله. وانتمنى لكم كل التوفيق.